السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلوية التقليدي هي ريش بوند و الفقاس بجميع تفاصيل الاصرات سوف نحتاج لها على بركة الله 1 دجاج حباة البيض سوف نحتاج سكرسانيدة سكرسانيدة زيت قشرة الحامضة زبدة معرقة المربى نكهة الحامض قشرة الحامضة معرقة كبيرة تلجج معلقة الكوك يكون محمر خمارة 8 جرام ودقيقة حسب الخالط 450 جرام دقيق البيض طريقة جيد سهلة كنا اخذوا دجاج حبات البيض كنزادوا لهم دجاج معلقة الزبدة سكرسانيدة نضيف الزيت زيت كسلاروب نضيف المعرقة الكوفيتير نضيف الكوك نضيف الكوك الخميرة نضيف الزيت نضيف الخميرة الكوك نضيف الكوك المبنى الملحة نضيف المبنى مبنى المبنى نضيف المبنى 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 نضيف المبنى المبنى نضيف المبنى نضيف المبنى نضيف المبنى المبنى دخلت هنا الخمار اللي عندي تشوفوا معي العجينة راه مرخوفة البنات هنور لكم العجينة كيف خاصة تكون رطبة خاصة تكون رطبة هذا وسر ديالها البنات العجينة تكون رطبة ما تقصحوش لها العجين نهائيا بيش تحصلوا على واحد النتيجة اللي هي مزيانة انا هنا يا غدي نخدم بالميزان سيدا ممكن تدرعينيها ميزانها دات كوية تدرعت فيهم 18 قرب اهنا على جزء 18 قرب لانني ما داشت لسقوه مع بعضياتهم يلا كنت تودت تسقوه مع بعضياتهم فقدروا واحد الكوية اللي يكون في هون نص مثلا انا در 18 قرب تدروا 9 قرب يعني تدرهم صغيرين باش قدرت لسقوهم مع بعضياتهم باش ما يجوش يعني منين لسقوبينا درتهم كبار و لسقوهم تيجي خشان في العضة ماشي بحالي لدرتهم صغيرين صغيرين صافينا يشوف معي العجينة رطبةها في الديال عجينة لا تكتروا لها الطحين لا تكتروا لها الطحين الطحين نضيفه شوية بشوية سنستمر حتى نشكل كوريات للقياس ديالهم كنا نعود نقول 18 قرام سوف نستفن في حد اللاطة اللي تكون مدهونة بشوية لها الطحين الحلويات اللي كيكون فيهم زبدو الزيت دائما فران خاص يكون سخون من قبل يعني نسخنوا فران من قبل سواء فران ديال القاز او لا فران ديال البط خاص يكون سخون لاني على الاقل واحد عشرون دقائق او لا قبل ما نبدأ ونطيبه قبل ما نخشو ليه اللاطة ديال فران ديال ما نخصنا نسخنه بالنسبة اللي تي يبغي نسمو كيف ما قلت لكم كيني نكهات كثيرة او اللي تي بغي نضيف الكاكاو لهاد الكاكاو بمنات اللي خدمتها عطبو حديتها باش نتفاهمه يعني ما نجي منزيوش تال خارتان خدمو الحلوات ونضيفوه لهاد دقيق عاد نضيفوه في الكاكاو هادي مسألة لي هي ما انا كان فضل كاكاو ولكن انتو هادي تديروها بالكاكاو كان فضل او لا بشكلات كان فضل انه يتخدم مع البيض والسكار الى غير ذلك قبل ماشي حتى نجمعوا العجينة ديالنا عاد كمدون نخشو فيها نزيدوا ليها الكاكاو هكا هادي تجي العجينة شوية قاس حاو ديالنا حلوة متقصة لانك ممكن تكونوا فوتو فيها القياس ديالها الكافي ديال الطحين انا كما شفتو معايا اصطفنا الحلوة ديالنا صفيف اللاطا ندخلوها الفران كيف ما قلت اللي كيكون سخون على 180 دراجة اه دائما هادي الحلويات مثلا خدموش المرواحة تشعلو الفوق والتحت هادي الحلوة لبنات ما تبغيش النار تكون فوق منها يلا عندكم مثلا فران ديال غاز كيشعل غير التحت اه يعني النار تكون تحت منها حتى هاكا طيب عادة كنشعلو شوية الفوق بما انني انا عندي فران كيشعل تحت الفوق فانا غادي ندخل لي الحلوة لكن غادي نديرها في الرف اللي كيكون وسطاني تكون بعيدة شوية من الفوق باش ما تشققش لي لانني انا الغرض ديالي ماشي انها تشقق لي صافي هنا يكن الحلوة طابتها ايا اخذت ايا تقريبا واحد 25 دقيقة علميو 70 دراجة ليه حرارة متوسطة ما تكونش مهيلة وما تكونش مجهدة حرارة لكي تكون متوسطة صافي هنا غادي نحيدو الحلوة ديالنا سوف ندخل طابتها ثانية طابلية فران من بعد غادي ناخد قرعة ديال المربا اللي كنضيف لونسك اسطع مزهر وكن ردهم يغلو مدة 10 دقائق مسألة ضرورية من الاشياء اللي كتخلي الحلوة تكون في واحد الريحة ماشي اياها ديك ولا البنتك يقول وراء كتبلي في واحد الريحة ديال السمن راح ماشي من الزبدة نهائيا ماشي من الزبدة لبنتك كين جوج حواج لي كي يخليو هذي القضية كتكون الاول حاجة ان المربا مع المزهر خاصو يتغلي مدة 10 دقائق خاصو نغلي وكتشوفو هنا راه سخون مادرت في الحلوة حتى بردات جوج ضروري يصيرو يكون سخون لوا المربا ومزهر والحلوة تكون باردة مثلا سيدة طيبتها في صباح تالي اشياء عدر له هاد عملية هادوم الاشياء من اشياء الضرورية لا نجيبوش الحلوة سخونة وستيرو سخون اكيد غادي اه يعني هذا كنقول لكم الحلوة تكون سخونة باردة وستيرو يكون سخون سوف يتنفون دوزهم في الكوك الكوك هو من الاشياء اللي تتخليك تعرفوا دبا ان ما بقاشوا حد نوعية جيدة بزاة في السوق يعني كنلقوا الكوك مخلط يما تي مخلط مع القشور ديال اللفتة ولا مخلط مع اللوبيا يعني لهذا تنقول لكم شوفوا السيد يكون ثقة يكون ثقة يكون ثقة يكون ثقة يكون ثقة ديمة لتأخذوا من البنات الكوك لتخدموا الحلوية الكوك طبيعا يكون ميت دم يكون من النوع الجيد الكوك طويلة كان مغشوش كان ماشي هو هذا كتو ورق يعطيه واحد البنة ماشي يعدي كالبنات مع المودك يعطيه واحد البنة خيبة فهذا الحلوة هاتي كوك هنا استمتوا بشوية نكهة الحامد لكن ما ممكن تخليه ورقك عادي كبقى ندوز الحلوة ديالي في المرباء ومزهر ومزهرتها ويمن البنات يكون يعني من النوع الجيد يعني بلابو تتحصلوا حد نتيجة مزيانة ولابو تتحلوة ديالكم تبقى عندكم مدة طويلة بمتقوا فاته شي ايش كال البنات اللي كتغمل لهم هاد الحلوة لكن لكم البنات سيره هادا كل سيره خاص يتغلى إلا كنتو احتدرت عاصر البرتوقل حتى هو خاص يتغلى مزيان مع مزهر خاص يغلى خاص يغلى مزيان عاد ما نضيفو فيه الحلوة ديالنا صافي هنا يا كيف كتشوفوك نقوم دوزو في الكوك وتنزلو في واحد البلاتو قد نستمر بنفس الكيفية حتى نكمل الحلوة قاعد اللي عندي وقد ندوزو على بركاتي اللي نشوفو الفقاس فقاس بقو حضرتو معاكم اكتر من مرة هادا كمية كثيرة عندي 8 حبات لبيض زيت زبدة زيت زيت زبدة مدوبة نصف مزهر زنجلان مخلط مع الزرار لحبة حلاوة والنافع عندي 150 غرام ديال اللوز اللي كان نكونو ما تنرطبها لا فمالة والو فقط نغسلها بشوية ديال الماء ولكن نسحبها بشوية ديال المزهر صافي يعني ما تنرطبها على ساعة على ساعتين اللي لها كاملة لان مني تنرطبوها منكية الفقاس المدكي برد ومكعتناش ذاك اللوز اللي برنا دياله ومكعتناش القرماشة دياله عندنا جوج خمارات من فئات الساعة الشرقنة وقد نحتاجوا الدقيق الدقيق راد تزليكم تقريبا 1 كيلو اللارو ديال الدقيق هنا جديد البيض نضيفو عليه الزيت و الزبدة وقد نضيف عليه سكر ساندة ومع المهمة هنا بحكموا في الحلاوة على حسب اللي بغيت أن تومى اذا كنت اختيار اما نسكس الحليب سنخلطهم مزيان اما في الكاس العصير او باي اله عندكم لكن خاصتكم تخدموهم مزيان نضيفو هنا لوز ونضيفو الزرارة الزنجلان او بيجرد زنجلان اضعت نص كاس العنبه و اضع زرارة زرارة على البنات لان يتلاقوا لي البنات يجيني بني انا اصحابهم واحد شوية في الفران احتى الزنجلان اصحابهم واحد شوية في الفران سوف نفرغ هذه الخالية في احد القصرية ونضيف دقيق بالدريج مع الخميرة نقول لكم احد الحاجة هذا الخاليط انا كنخليه واحد ربع ساعة هذا الخاليط لي ردابة قبل ما كنفرغه في القصرية كنخليه واحد ربع ساعة هذه هي التقنية باش نرطب انا في ذاك اللوس هذه هي التقنية باش نرطب اللوس في ذاك اللوس في ذاك المكونات اللي تخلطنا البيض الى غير ذلك واحد ربع ساعة اعاد كنضير في القصرية سوف نزيد هنا نزيد الخمارة ونزيد الدقيق ودائما احتاج العجينات الفقاصر خاصة لنا تبقى مرخوفة ما خاصناش نقص حواب ززاف كتبقى مرخوفة ونخلط شوية بشوية الدقيق دائما نغير شوية بشوية غير ذلك غير ذلكم كيلو لارو سوف ندخل الدقيق في العجين شوفوا معي عجينة كديرا قد لكم العجينة خاصة تبقى شوية مرخوفة انا احتم اني كندخل العجينة وندخل الخميرة كندخلت بحلاكة نسوا واحد شوية سيدة تمشيت ووجد لطاة ديالها وتوجد مسائل اخرى وتنسى هذا العجين 1 ربع ساعة ولا عادة ترجع لي هنا غدا نقسم العجين ديالي وغدا نشكل منه حري بلات كيف كتشوفوا معايا احنا اما كتخرجوا يعني بنسبة الحراب اما كتغلضوهم ولا كترقوهم لاحسن القياس ديال الفقاس اللي بغيتو هنا غدا ناخد بيضة كاملة وغدا نضيف لها شوية ديال القهوة سرعة الدوابان ولا نكهة ديال القهوة كيبقى ليكم الاحتيار وغدا ندهنوا الفقاس ديالنا كيف تشوفوا معايا هنا الفقاس البنات اللي غدا نقول لكم واللي كان اكد عليه مزيان انهو كي طيب فران بارد فران يكون بارد مزيان يعني بحلا نطيبوه كيكا ونشعلو عليه فقط اللي تحت وكن حطوه في الرف الوسط بحلا غنطيبوه كيكا على 150 درجة النار كتكون مهيلة ومهيلة بزاف هذا الشي اللي كان اكد عليها البنات ما كان ديروش نلعفية من الفوق غير من التحت فقط سواء فران ديال الدور او فران ديال القهوة سوف يكون من بعد كنخليوه طيب واحد ثلاثين تلخمسة وثلاثين دقيقة على حسب كل واحدة وفرانها منيتي بلينا شوي بدكي يتنفخ سوف يكون نشعل عليه واحد شوية لفوق ونخرجوه واللويف واحد الفيلم المنطيغ مباشرة من دير لي لعمة من دير لي زيف فازق من دير لي اتشي حاجة كيف نخرجو اللويف واحد الفيلم المنطيغ ولا بلاستيك غدائي ونخليه واحد ساعة ولا ساعتين ممكن سيدي ترجع تقطعوه قاع ما تصبر عليه ليلة كاملة للتحاجة اذا تبعد هات الخطوات اللي قلت لكم هنا مبعد ما كان خرجوه كيف ما قلت لكم هاكا كان ديروه في واحد البلاستيك غدائي ونخليوه ساعة ساعتين قاع سيدي ممكن ترجع وتقطعوه ما كينش ما ديش تلقى فيه اشكال نهائيا يعني مدامي بات بلا تحاجة وضروري الفران يكون بارد البناد الفران في اللول يكون بارد وحلا نطيبوه حد كيكة نار مهيلة ومهيلة بزاف نحطوه في الرف الوسط وطرق بطيب دير وطبيعة حلف القاسم وشيطيب طيبة كاملة لانهو يطيبوه بزاف اشهد يوقع عليه كل ما متأكدين ان في الميام قطعوه فيه غادي تهرس هذي مسألة مفروغ منها يعني مني كان يبدو منيطيبنا بزاف وخده وحد يبقصي بزاف الفران كيف هذي تبدو تقطعو السيدة غادي بده يتهرس لهذا هنقول لكم رضو مع البر في الفران مني ندخلوا رضو مع البر بناتلي عندهم فران ديل تلك وكي يسخون بزاف بسيطيب بسمو الفران باش ميتشققش ليهم بسيطيب بسمو الفران نحلوه واحد شوية مني تشوف فرانس خم تحلوه نا كيف كتشوفه كنقطعه ويربسكين عادي وما فيه حتى شي ضيع البنت هذا حبه ما قد ضيع منه ده حاجه ما قد ضيع بعد نستمر في التقطيع دياله وقد نوريكم كيف اشخاص الفقاسي يكون من الداخل يعني كيجي كله مخرق والبنت دياله تجي زوينه وزوينه بزافه كيف كتشوفه معي البنت وكتلاحظو انه ما طيبش بزاف ما خالصوش كما قد لكم يطيب بزاف عندي لطاب كنوا متأكدين ما غادش ينجح معاكم وغاد يبدي يتهرس لها ده حالة نديرو اليابير وحد نص طيبة مدة ثلاثين حتى الخمسة وثلاثين دقيقة السيدة طبحتها كتراقب لانا اكروه وحده يمكن انا يغدي هزيها ثلاثين دقيقة لكن السيدة كتراقب مني كان نبغوه نردوه الفران يتحمر هنا للعكس خاص فران يكون سخون مزيان وكن نحمروه يعني على واحد النار اللي كتكون توسطه مية وسبعين دراجة صافي وتنخرجوه تحمروه يعني سبق ووريتكم طريقة كيفش تحمرو الفقاس انا كنحمروه كنشعل عليه علفوه وكنبقى نقلب يعني منيك يتحمر كننجبدوه وكننقلبوه وكننردوه تسجيل من بسبب الماءة والثاني خلقية الحلويه لحضرنا اليوم كانت هدئة ريش بونتا ضربنا شاية الشيشش شششششششششش وحده وحده شيششششش وحده لحضورش هذه هي ريش بونتا عندي بعد مرات كنخدمها بالزبدة لان عاليا كنخدمها بزف الزبدة لانها كتخليها شيشة بزف ان شاء الله لاتبعتها والليوم درنا الزيت والزبدة لاتبعتها والطريقة ان شاء الله تبلي معتمدة عندكم وتحصلوا على واحد الريش بونت كيف بغيتو والفقاش خليت الحرى شاكر راسوب لما نشكروا انا يا نتمنى الفيديو ديالي ومعجبكم وخليت لكم مرحلة حلقة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة